اشتركوا في القناة ولكن احمد اكيد او هو عمتا الموت بيبقى رسالة يعني هو الموت بيبقى رسالة واتمنى الجميع بلا استثناء ان ربنا سبحانه وتعالى كده كل فترة بيحاول يوصلينها رسالة معينة عشان نتعز جميعا ان الحياة فانية مهما بلغت الحياة من صراعات او من اهتمام من شغل من تفاصيل كتيرة ممكن الحياة تشغلنا بيها ولكن في النهاية لكل اجل انكتاب احمد رفعت حالته الصحية في الثلاث شهور الاخيرة اكيد كانت حالة صحية صعبة جدا ولكن الحمد لله ربنا يمكن من عليه بالحياة في الشهور الاخيرة ويمكن خرج وظهر في احدى البرامج وتكلم عن الناس وتكلم وشرح حياته وتكلم عن حالته الصحية ويمكن قال ان هو كان الآن حتى من حالته الصحية في الفترة الاخيرة انه شاف ان في لحظة معينة ممكن القلب يتوقف وتموت فاللي ممكن يبقى باقي للانسان في الحياة او حتى في اللي جاي الا سرته الطيبة احمد رفعت على مدار تاريخه وهو بيلعب في امبي وهو بيلعب في الزمالك وهو براح بيلعب في مدرن سبورت حتى لما حاب يحترف حاب لما كان متواجد مع منتخبنا الوطني في كأس العرب في قطر تحت قيادة كارلوس كيروش وكابتن زياء السيد وعفرات الجهاز الفني اللي كان وقتها موجود في منتخبنا الوطني كابتن واي الجمعة كان وقتها حتى مجير المنتخب احمد كان من اللعيبة اللي ما بتسمعش ليه صوت يعني لعيب هادي جدا لعيب خلوك جدا لعيب ما جاش حتى في مرة وهو نجم ساطع في القرى اللي ما سيقولك أنا ما بلعبش ليه في المنتخب ما جاش قالك أنا بتفاوض على عقد بتكلم على عقد لا يعني لعيب بيركز في الملعب صوته هادي ما بتسمعش عنه اي مشكلة وحتى في الفترة اللي تقف فيها وبعد ما طلع وخارج وتكلم محدش حتى وقتها حب يعني يتكلم حتى عن تفاصيل مرضه وتعبه لكن اهم حاجة دلوقتي اهم حاجة في اللحظة دي دلوقتي وإحنا بنتكلم على احمد رفعت ندعيله يا رب بإذن الله ان ربنا يتقبله من الشهداء يسكنه فسيح جناته يا رب بإذن الله يعني يلهم الأسرة ويلهم والدته الصبر والسلوان ويكون يعني الايام الأخيرة يا رب بإذن الله تكون كانت فرصة طيبة للأسرة ولوالدته وان هي تشبع من أحمد على قد ما تقدر لان بالتأكيد برضو في فترة في شهر رمضان لما تعب ودخل المستشفى أحمد رفعت يعني نقدر نقول حسب كلام الأطباء والطبيب المعالج ليه والتشخيص الأطباء وقتها ان كانت حالة ما يقوس منها أحمد رجع من الموت للحياة من جديد ولكن ربنا صحوانه وتعالى اكيد كان ليه رسالة وكان ليه عزة معينة اكيد كلنا الفترة الحالية لازم نركز في اللي حصل ونفهم اللي حصل كويس جدا عشان نفكر في اللي جاي ازاي نقدر ننهي حياتنا بشكل أفضل نقابل ربنا سبحانه وتعالى وإحنا نيتنا صفية خالية من الزنوب على قد ما نقدر يعني نشتغل للأخرة أو نفكر في الأخرة ما نفكرش في الدنيا أكيد الحياة فانية والحياة مهما بلغت فيها من أمجاد وتقلق ونجومية وفلوس وحياة لكن في النهاية في النهاية هيكون أخرك أخرك إيه أو بتفكر في إيه إنك أكيد لازم عملك في الدنيا أو حياتك في الدنيا يكون فيها رصيد كبير جدا في الأخرة فنتمنى نتمنى يا رب إن شاء الله أن يكون الوسط الرياضي تحديدا الوسط الرياضي اللي هو المفروض الوسط الرياضي يكون بيقدم أمثلة جيدة للشارع للشباب للأطفال اللي عايزة تلعب كورة وتلعب رياضة أكيد الوسط الرياضي ده عليه دور كبير جدا إنه يقدم أفضل حاجة عشان الناس لما تسمع وتشوف الأمثلة الجيدة أو الأمثلة الإيجابية اللي بتخرج من الوسط الرياضي كلها تأثير على الناس في الشارع الرياضي ما يبقاش يسمع كل شوية من الوسط الرياضي مشاكل وخناقات وصراعات وأزمات وأهل وزمالك وصراعات مش عارف منين لفين يعني أتمنى يا جماعة اللي حصل أو اللي بيحصل في الوسط الرياضي أنا أفاكر نفس المشاهد دي أو نفس اللي حصل ده أنا عشته في 2008 أو سوريا عشته في 2006 وشفته في 2006 عن قرب كنت وقتها في ملعب التتش في الجزيرة ووقتها سقط محمد عبدالوهاف في ملعب التتش في الجزيرة كان في التدريب الصباحي ساعتها حوالي الساعة 9 الصبح وعشته وشفت على مدار يوم كامل من وقت ما محمد تحرك من المستشفى مع دكتور إهاب علي وارياد شيتوس راح لمستشفى قريبة من مقر النادي الأهلي وبعدها مفيش فقال من ساعة البلد كلها تقلبت والناس كلها كانت في المستشفى وكل أفراد الوسط الرياضي كانت في المستشفى مفيش فقال من دقائق بعد انتقال عبدالوهاف من ملعب التتش في الجزيرة للمستشفى القريبة من النادي الأهلي مفيش في دقائق قليلة جدا توفى محمد عبدالوهاف والناس كلها عاشت يوم واثنين وتلاتة والمنتخب وقتها كان في معسكر وخرجت اللعيبة وكانت أيام صعبة جدا اللي عاش الأيام دي وعاش اللحظات دي هيفهم دلوقتي اللي بيحصل فيه وفاة أحمد رفعت والأكيد الظروف الصعبة اللي ممكن تمر بيها أسرة أحمد رفعت وولدة أحمد رفعت برضو في فترة من الفترات وممكن فترة رايبة جدا فقدنا في لحظة من اللحظات الأستاذ العامري فاروق ربنا يرحمهم جميعا وإن شاء الله بإذن الله يعني نحتسبهم بإذن الله يكونوا شهداء وبإذن الله يتغضلهم ربنا سبحانه وتعالى ويكونوا في الجانب